وأخيرا سنشارك معكم الجزء الثاني من هذه العراضة في نسبة هذا الدجاج معمر في الشعرية ومحمر في الفران مع المرافقة والدغمرة سنشاركته معكم من قبل أن دخلوا الحساب عنوال حدكة ستلقاوه و هذا الفيديو سنشارك معكم هذا الطواجين من اللحم بالمشمش والبرقوق كي يجيش حاجة ديدة بالساف الطواجين ديالي سنطيبه في الكوكوت و سنقدمه في الطاجين باش هكا كي يختصر علي الوقت ساعة قريبا ديال الطياب أو ساعة ونص ساعة واربع كي يكون واجد حسن ما نبقى مقابله في الطاجين خصو ساعتين على الأقل أو ثلاثة ديال سواء هنا يخديد الحم الكيمياء كي تبقى لحسب عدد أفراد العائلة ضفته بصيلة مشلدة نس كاس ديال زيت نباتية كاس ديال الماء طيب كنت ديره فيه الزعفران شعره خليته حتى تترقد مزيان ضفت الجوج ديال عويدة ديال القرفة ض Willeemah الزعفران مع القا صغيرة ديال عاما مزيان ديال خرقوم مع القا صغيرة عاما مزيان ديال الاشكينجبير نص مع القا صغيرة ديال البزار وضر يس وحد ديال تومة ضروري من التومة ت registration تقرجوا واحد المادضاق بالغ صهي نضيف أيضا السمن الحرة مع القا صغيرة وشوية ديال الملحه مشاك يتش الملحة بالزيف لان زيت في الملحه ليس من في الملحه و هنضيف أيضا سهم تقل XP1 لملاقود يكونوا عندي مطحونين واحد راس معلقة صغيرة فقط كتعطي ذاك الماضاق دي العراسات والافراح اللي تعودنا اننا نضوقوه في اللحم اضفت ايضا ربع قصبورو مع نز كنضيف غير معلقة كبيرة فقط ما كان كترش بزاف باش كاسبقاليا ديك الدغميرة صافية تقدرو تديروهم هكاك مقطعين او لا تديرو ربيطة فاشكة سالي كتكون تلقات الماضاق ديالها في المريقات ديالنا اضفت واحد جوش كيسان دلماء سوف نضيف الحم ديالي في الاول نار تكون مرتفعة غير كتبدا صفارة تصفر كننقص النار ونخليها مهيلة ونخليها كيطيب على خاطر خاطره اضفت من بعد المشماش والبرقوق نضيف لهم الماش ويدي الزيت سكر والقرفة كنضيفهم كيطيبوا وفي نفس الوقت كيتعسلوا اللحيمات ديالي بعدما كرجع لهم كنلقاهم مولو على هات الشكل هذا كيطيبوا تماما ما تطيبوهمش بزاف بالنسبة المبتديئات باش اللحم ما كيتش تش تش غير كيدخلوا الطياب فقط صافي وكتطفيوا عليه بالنسبة التوقيت على حسب اللحم وش يعني كيطيب بزربة او لا لا انا تقريبا خدالية واحد الساعة ديال الطياب وبالنسبة الكيميالي درسة ديال الحم ثلاثة كيلو ديال الحم وانتو ما كدروا على حسب عدد افراد العائلة اللحم ديالي بعدما طب كنضيف ليه معلقة كبيرة ديال لاسل كردو فوق من النار وكنخلي ديك المريقة كتختار من بعد قدمته في الطاجين تقدروا تقدموه في الطاجين او اي طبق كان متوفر عندكم زينتو بهذاك المشماش والبرقوق زينتو ايضا بالبيض مسلوق اللي قسمتو على جوج وزينتو باوراق الدهب مع حبوب او بذور الخشخش او البافو بالنسبة للطريقة بالزينت لبيض رفيت اللي مشاركها معكم وصفك نقدموه بصحا وراحك يجي رأي عزاف جربوه الى اللقاء موسيقى موسيقى